استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونج جينووك ورحب المستشار عبدالرازق بسفير كوريا الجنوبية مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة من جانبه أشاد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات كما أشهد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وأكد السفير الكوري الجنوبي على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين كما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين